أنا من الناس اللي بتبقى يعني ما أشقدرش أقولك ببقى سعيد لما يحصل تغيير في الحكومة لكن ببقى سعيد لما أشوف إنه هيتعمل تشكيل حكومي جديد بمعنى ضخ دماء جديدة داخل منظومة الحكمة في مصر وتحديدا جوة الحكومة جوة مجلس الوزراء الجهاز التنفيذي ضخ دماء جديدة يعني أفكار جديدة يعني قدرات جديدة يعني نشاط جديد يعني طاقات جديدة إلى آخره وده مهم جدا زي ما حضرتكم طبعا أكيد عارفين وامتابعين ولعله هو الخبر الأبرز من صبيحة هذا اليوم حتى كنت ببص على الموست تريندينج على جوجل أو الأكثر تداولا وقراءة على جوجل فلاقيت طبعا جوجل بالنسبة للريجن بتاعنا تحديدا في مصر يعني فطبعا هو مسألة تشكيل الحكومة النهاردة دكتور مصطفى مدبولي تقدم باستقالتي أو تقدم باستقالة الحكومة مجتمعة إلا أنه فخامة رئيس الجمهورية أعاد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة ولكن وأهم حاجة ولكن دي في مجموعة من المحددات أو قل أنها مجموعة من التوصيات قالها فخامة الرئيس أولا التوسع في مسألة وجود نواب للوزراء وأنت تعلم أنه النائب نائب الوزير غير المعاون غير المساعد غير الوكيل نائب الوزير يمتلك نفس الصلاحيات وده شيء مهم الحاجة التانية هي أنه تبقى حكومة مبنية على الكفاءات هل الحكومة اللي فتت ما كانتش مبنية على الكفاءات بالتأكيد مبنية على الكفاءات بس احنا بنتكلم على حكومة يا جماعة شالت حمل شديد الثقل شديد الثقل احنا بنتكلم على أن الحكومة بتاعت الدكتور مصطفى مدبولي دي مرت بأكبر أزمتين شافهم العالم مش شافتهم مصر مش شافهم المنطقة العربية أو إقليم الشرق الأوسط لا دول أكبر أزمتين شافهم العالم أزمة الكورونا فأزمة الحرب الروسية الأوكرانية بل أزيدك كمان من الشعر بيت بل والصراع اللي حصل حاليا في منطقة الشرق الأوسط ألا وهو القضية الفلسطينية هذه القضية المركزية من يوم 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة هذه الحكومة الحقيقة شايفة أو عاصرت وتدير البلاد في ظل ما يحدث على سبيل المثال في السودان فأنت عندك السودان وعندك فلسطين هقولك ليبيا عديت حبتين عن زمان لكن عندك السودان وعندك فلسطين وكان عندك الكورونا وكان عندك الأزمة الروسية الأوكرانية وبالمناسبة لازلت الحرب قائمة بين روسيا وأوكرانيا حتى هذه اللحظة هناك بعض الأزمات الدولية اللي ممكن يبقى صداها أخف شوية المتعلقة ما بين الشد والجزم ما بين الصين وما بين تايوان من جهة أخرى وهكذا حكومة الحقيقة تحس أنها كانت ماشية على حد السيف حكومة إدرت في ظل كل هذه التحديات أنها تحول دون انهيار الاقتصاد المصري بل بل وأنا أؤكد على أنه بل أن هذه الحكومة الحقيقة استمرت في تحقيق نموه اقتصادي تتفق تختلف مع الحكومة حقك مية في المية حقك قد يكون ليك ملاحظات على الحكومة حقك قد يكون ليك نقد شديد للحكومة حقك محدش يقدر يقولك ده مش من حقك حقك جداً مش أي خلاف لكن الحكومة دي في ظل أزمة الكورونا اللي قدت إلى ما يطلق عليه مثلاً اللوكداون العالم أفل عارف كده المحل لما ننزل الباب ونقفله المحل أفل العالم الاقتصاد الدولي أفل أنا مش عارف إيه حبهم في رمضة يفتحوا على البتاعة دي في ودني دون سبب ده بجد يعني آه طيب ماشي حبايب صحابي زماية دي أخوتي المهم يعني المحل أفل الاقتصاد الدولي أفل لو تتذكر ده كان كفيل بانهيار اقتصادات كفيل بتراجع معدلات النمو لاقتصادات كبرى ووسطى لرقم صفر أو انهيارات اللي هو توصل بمعدل النمو لما هو أقل من الصفر مصر في وقت الكورونا بهذه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قدروا يحققوا معدل نمو 3 و 6 من 10 معدل سنوي معدل سنوي مش معدل ربع سنوي لأنه في بعض الحالات كان محققين حوالي 5 و 4 من 10 المعدل السنوي كان 3 و 6 من 10 فكانت مصر واحدة تقريبا من ضمن 7 أو 8 اقتصادات في العالم اللي قدروا يكملوا في معدلات نمو إذن هذا يحسب للحكومة في ظل أي ملاحظة أي نقدة أي اختلاف بس جي المسألة بس الواقع الملموس الحقائق والأرقام بتقول كده هذه الحكومة هي هي في ظل الكورونا وبعدين بعد الكورونا في مرحلة في النص الناس عادت بتنساها هي مسألة ما بعد الكورونا ودي كانت أزمة كبرى خلي بالك أنه في العالم كان في مصانع كتير جدا ومنها المصانع مثلا بتاعة الرقائق الذكية غيرت النشاط بتاعها أو بالأدقة غيرت من شكل انتاجيتها على خطوط الانتاج فبدل ما تشتغل على تصنيع العربيات لأن مصانع العربيات في مصانع كتير جدا أفلت أو بالأدقة توقفت ولو بشكل مؤقت قال لك يبقى أنا هغير أشغل على الرقائق المتعلقة بالمحمول بس فمرحلة العودة مرة تانية من بعد الكورونا حتى تذهب إلى مرحلة اقتصاد طبيعي في العالم كانت مرحلة أيضا شديدة الصعوبة وبرضو قدرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أنها تكمل بل أقدر أقولك بل تعبر مش بس تكمل نخلص من ده كده تروح أيما الحرب لو تفتكر كان في فبراير سنة عشرين اتنين وعشرين أظن كان 24 فبراير عشرين اربعة وعشرين اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وهنا حصلت أزمة كبرى متعلقة بسلسل الإمداد في الدنيا وبالنسبة لنا احنا بقى أزمة كبرى احنا بنستورد حاجات كتير جدا من أوروبا فمش عارفين هنعمل إيه الحاجة هتيجي إزاي المراكب هتيجي إزاي الأخيره بنستورد الأمح بنستورد الدرة بنستورد زيوت حدوتة طبعا ده غير صادراتنا في نفس الوقت يبقى في إطار إنه صادراتك في ظل أزمة زي أزمة الحرب ووارداتك كمان بتتوقف أو بتيجي بالقطارة وقدرت برضو حكومة الدكتور مصطفى مدبولي هذا حق هذا حق وواقع تحب وما تحبوش الحقيقة ما قدرش أزايد عليك ولا أتزايد في الكلام دي مشكلتك وحقك تتفق تختلف ماشي تيجي تقولي كان ممكن يعمله حاجة أحسن من كده أقولك والله وجهة نظرك وحقك تشرحها وتقول ولهذا السبب كان فيه حاجة مثل الحوار الوطني موجود والناس بتتكلم وتقولك والله ممكن نعمل كده كان ممكن ما نعملش كده كان ممكن الأداء ده يبقى أفضل كل ده رائع وما فيش فيه أي مشكلة دائما بس قدرت نفس دات الحكومة اللي عبرت بينا الكورونا وما بعد الكورونا دخولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية برضو أنها هتكمل بمعدلات نبوه هل تباطأ معدل النموه ده مما لا شك فيه هو أنت عايز معدل النموه في أمريكا وفي أوروبا في الصين يا تباطأ وأنا ما تباطأش إزاي في النهاية الاقتصاد مرتبط ببعضه البعض في العالم ده في صادر في وارد وقفت وقفت طيب فكملنا طيب وأنا بكلمك على كل ده لك أن تتذكر جيدا أنه حزم الحماية الاجتماعية كانت بتتزايد مش متوقفة يعني ما هياش وقفة مكانها زي ما قلتك ستاجننت وقفة راكدة الحزم كانت بتتحرك طول الوقت إيجابيا بتزيد حزم الرعاية الاجتماعية سواء إذا كان بقى ما هو متعلق به التأمين الصحي الشامل فقاعدين بنشتغل عليه أكتر والله فيما يتعلق به مثلا حاجة زي تكفل وكرمة أنا بقولك على حاجات في السريع علشان تبقى طول الوقت أنت متذكر ما يحدث وصولا إلى أنه يعلن التشكيل الجديد واللي أتمنى أنه يبقى التشكيل أقوى كمان من التشكيل اللي كان موجود واللي أصبح الآن تسير أعمال لكن اللي بقولولك أنه حزمة الرعاية الاجتماعية حاجة زي تكفل وكرمة زادت حاجة زي الحد الأدنى للأجور زاد حاجة زي المعاشات زادت حاجة زي رواتب القطاع الخاص زادت حاجة زي معدلات الإعفاء الضريبي يعني أوعية الإعفاء الإعفاء هي بقى مش الضريبة اللي زادت أوعية الإعفاء هي اللي زادت فأنا طول الوقت في ظل وجود هذه الأزمات الاقتصادية كورونا ما بعد كورونا الحرب الروسية الأوكرانية أنا شغل في مظلة حماية اجتماعية واسعة بل بالعكس ده بتتزايد جزء منها بيتزايد بسبب تزايده السكان فطبعا التكلفة بتزيد من ناحية تانية جزء منها بيزيد حتى لو أنا افترضت جددا وهو أمر لم يحدث الحقيقة أنه عدد السكان هو وهو فأنا كنت أقعد طول وقت بزاود في المرتبات والمعاشات والمعاشات اللي زي تكافل وكرامة إلخ 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 كل ده كان بيحصل طيب تبدأ الحرب الروسية الأوكرانية تهدأ فتندلع أو يبدأ العدوان على قطاع غزة وتبقى أنت شايف اللي بيحصل إنه ده بيحصل مشكلة في البحر الأحمر مشكلة البحر الأحمر تؤدي إلى إنه عدد المراكب اللي بتعدي من قناة السويس تبدأ تقل فنبقى كمان متضرر من وراء هذه الحرب اقتصادية إلى آخره بالتأكيد أتضرر سياحيا من وراء كل اللي بيجر ورغم كده فضلة الحكومة عندها مرونة كافية وقدرة كافية إنها تعدي بيك لبر الأمان إذا صح التعبير